شاركت مصر باجتماع مشترك على مستوى وزراء الصحة والمالية للدولي المشاركة بفعليات قمة مجموعة العشرين بحضور البنك الدولي والعديد من مؤسسات التمويل الدولية وفي كلمته أثناء وزير الصحة خالد عبدالغفار على جهود مجموعة العشرين منذ عام 2020 والتي تضمنت إطلاق مبادرة إنشاء صندوق الجوائح ليكون آلية غير اعتيادي لتمويل المستدام لأنشطة التأهب والاستعدال للجوائح داعيا إلى إيجاد مصدر تمويل مشابهة تساعد في تقليل فجوات التمويل للبرامج الصحية